كمان اللي يفهم كورة كويس جدا يعرف ان الحكم كابتن محمود ناجي اعطى انذار لمحمود علاء غير مستحق في البداية يعني هو محمود علاء اساسا كان بيعترض بصورة كبيرة جدا وده غلط وانا من وجهة نظري غلط مش مفروض محمود علاء يعترض بالصورة دي ولكن هو كان مستفز من فكرة ان هو ما عملش اي حاجة هو ما شدش اللاعب هو ما جاش جنب اللاعب كابتن محمود ناجي بدل ما يدي الانذار لحمزة المسلوسي اعطى الانذار لمحمود علاء في ده اللي نرفزه لان هو مش شايف نعمل اي حاجة خالص وانجيب اللاعب دلوقتي وبعد كده تقريبا او مش تقريبا بنسبة مليون في المية الفار تدخل وقال له ده مش الانذار مش لمحمود علاء الانذار لحمزة المسلوسي معرفش بقى شال الانذار لمحمود علاء ولا لأ ولا اعتبروا ان هو يعني كده كده اعتراض يعني لو شفته دي فاول على حمزة المسلوسي نشد الفانيلا من وراء كان المفروض هو راح اعطى انذار من قبل ما اعترد عشان ما حدش يقول لي ما حدش يقول لي ان الانذار ده الانذار ده تم اعطاؤه للطرد ولكن رفزت محمود علاء كان زايد عن الحد هو يمكن كان مستفز من فكرة انه ما اعملش حاجة يعني ادي بس اهي بس الشدة من مين اهي بس الشدة هي من شدة من حمزة المسلوسي واللعب ملمسوش محمود علاء ملمسوش فالرجل ادى انذار اللي طبعا من ضمن البروتوكول ان ما بتدي انذار للاعب غلط الفار المفروض يصحح لك ويقولك لا الانذار مش اللاعب رقم مثلا خمسة لانذار اللاعب رقم ستة مثلا يعني عشان الارقام وبالتالي هو راح بعد كده قال له تعالي على جنب انا ما شفتش بقى انه هو لغى انذار محمود علاء ادي 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 ادى انذار لحمزة المسلوسي ما عرفش لغى انذار محمود علاء مع ان انذار محمود علاء ما كانش للاعتراض تمام وتواصلنا مع عمر ابو العز المدير الاداري وانذار محمود علاء اتلغى في الملعب اتلغى لان هو ما اعطلهوش اساسا للطرد يعني ما اعطلهوش اساسا للانذار يعني للاعتراض لا هو اعطاه عشان خاطر هو اعق لعب جن ابوكا يعني ففي النهاية برضو يعني كان خطأ من كابتن محمود ناجي